مفاجأة مصر تطلب مليارات دولارات من صندوق النقد الدولي الشهر القادم يا جماعة مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بتمانية مليار دولار بدل التلاتة مليار اللي كنا متفقين عنها قبل كده الحكومة المصرية طلبت من الصندوق ان اول شريحة من القرض الجديد تكون خمسة مليار دولار هتستلمها في شهر ابريل الجاي الحكومة محتاجة للسيولة الدولارية دي عشان تدعم الاقتصاد المصري وزيادة القرض هتساعدها توفر العملة الصعبة اللي محتاجها مصر عملت بعض الاجراءات الاقتصادية مؤخرا زي خفض قيمة الجنيه المصري ورفع اسعار الفايدة واللي ساعدت على تحسين الاقتصاد بنك جولدمان ساكس توقع ان مصر هيكون عندها فائد في التمويلات الخارجية بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الاربع القادمة بدل العجز اللي كان متوقع قبل كده ده بيدل على ان الاقتصاد المصري بدأ يتحسن وان مصر هتقدر تحصل على التمويل اللي محتاجاه عشان تستمر في التمية اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق